اشتركوا في القناة الناشر مكتبة الرياضي الحديثة الطبعة السادسة يقرأ الكتاب عليكم احمد عزت مقدمة الناشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وبعد فان شيخ الاسلامي موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي انف كتابا مقنع في فقه الامام احمد رحمه الله واطلق فيه روايتين ليتعود قارئه ترجيح الروايات واقتصره بعد ذلك شرف الدين ابو النجل حجاوي بكتابه زاد المستقنع الذي طبعناه في مطبعتنا بالقاهرة سنة 43 و 300 و 1000 وللمرة الثانية في سنة 45 و 300 و 1000 ثم للمرة الثالثة في فرع مطبعتنا بمكة سنة 48 و 300 و 1000 ثم كررنا طبعه رابعة وخامسة واخيرا للمرة السادسة في سنة 79 و 300 و 1000 وقد اقتصر فيه العلامة ابو النجا على القول الراجح في المذهب وهذا شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي التزم فيه الاقتصار على القول الراجح ايضا وكان الشيخ محمد توفيق السيوطي الدمشقي رحمه الله قد طبعه في دمشق سنة 4 و 300 و 1000 وطبع في الهنبي على الحجر سنة 5 و 300 و 1000 وفي القاهرة سنة 4 و 24 و 300 و 1000 بهامش ميل المآرب ثم غايدة طبعه في مطبعتنا عام 48 و 300 و 1000 وللمرة الخامسة عام 52 و 300 و 1000 وهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب وقد اعتمدنا في تصحيح هذا الشرح على مسختين خطيتين احداهما بخط عبد العزيز بن عمر بن سويل كتبها سنة 78 و 200 و 1000 وهي من مخطوطات مكتبتنا الخاصة برقم 74 و 400 و 1000 والاخرى اقدم منها لكنها غير مؤرخة ولم يذكر فيها اسم ناسخها وعرضنا المخطوطتين بطبعة دمشق سنة 4 و 300 و 1000 وبذلك جاءت هذه الطبعة بحمد الله وعونه اصح طبعات هذا الكتاب الجليل في فقه امام السنة الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه والله الموفق محب الدين الخطيب خطبة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدر من اراد هدايته للإسلام وفقه في الدين من اراد به خيرا وفهمه فيما احكمه من الاحكام احمده ان جعلنا من خير امة اخرجت للناس وخلع علينا خلعة الاسلام خير لباس وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى واوحاه الى محمد عليه وعليهم افضل الصلاة والسلام واشكره وشكر المنعم واجب على الامام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه وتابعيهم الكرام اما بعد فهذا شرح اللطيف على مختصر المقنع للشيخ الامام العلامة والعودة القدوة الفهامة هو شرف الدين ابو النجا موسى بن احمد ابن موسى بن سالم ابن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته واباحه بحبوحة جنته يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك ولكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضب ذلك والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفا لديه في جنات النعيم المقيم بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرابة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسقها من حيث ملاصقتها لسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضبادها وعدم انقطاعها وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه الملعم الحقيقي البالغ في الرحمة رايتها وذلك لا يصدق على غيره وأتدئ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر جيبال لم يبدأ فيه بسم الله ببسم الله فهو بطر أي ناقص البركة وفي رواية بالحمد لله فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستقق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سناء كان في مقابلة نعمة أم لا وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره الشكر لغة هو الحمد واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته ولألا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفذ بكسرها أي لا يفرغ أفضل ما ينبغي أي يطلب أي يحمد أي يثنى عليه ويوصف وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به وصلى الله قال الزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمين التبرع والدعاء وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة أو السلامة من المقائس والرذائل أو الأمان والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذ قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ورؤيا من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله على أفضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وخصى يبعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة الأنبياء تحت لوائه والمصطفى جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة فعوه منقلبة عن تاء ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة سمي به قبله سبعة عشر شخصا على ما قاله ابن الهائم أو ابن الهاثن عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمي به قبله وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي وأصحابه جمع صاحب جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدع لأنهم يوالون الآل دون الصحب ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من غير ابتراض عرفي ولا اقتضاء عقلي أما بعد أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا ذكره ابن قندس في حواش المحرر وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل والمعروف بناء بعد على الضم وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان مختصر أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل في الفقه وهو لغة الفهم والصلاحة معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرب للخلاف طلبا للاختصار وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن فعلبة والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه وربما خذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال وهي ما يبرهن عنه في العلم نابرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها وزدت أي على ما قال في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها يقال هممت بالشيء إذا أردته والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاجتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله والمعنى الأول أجمع وأشمل وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم كتاب الطهارة الصفحة العاشرة كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة وثمي المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ومعناه لغة النظافة والنزاهة عن الأقضار مصدر طهر يطهر بضم الهائ فيهما وأما طهر بفتح الهائ فمصدره طهر كحكم حكما وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو الغسل وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه فالطهارة ما ينشأ عن التطهير ربما اطلقت على الفعل كالوضوء والغسل المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة أحدها طهور أي مطهر قال فعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها أو حكما كالمتغير بمكث أو تخلق ونحوه مما يأتي ذكره فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعودي قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصوله إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام توضع بماء آجن وحكاه بن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سواء بن سيرين أو بماء أي بطاهر أو بماء يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وتحرب فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجه سلبه الطهورية أو تغير بمجاورة ميته أي بريح ميته إلى جانبه فلا يكره قال في المبدع بغير خلاف نعلمه أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التناعم أو قصد التناعم بدخوله لا كون الماء مسخنا فإن اشتد حره أو برده كرها لمنعه كمال الطهارة وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو إيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كرها للخلاف في سلبه الطهورية فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره وإن بلغ الماء قلتين كثمية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة وهو الكثير استلاحا وهما أي القلتان خمسمائة رتل بكسر الرائي وفتحها عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرتل ورتلين واربعمائة وستة واربعون رتل وثلاثة أسباع رتل مصري ومائة وسبعة وسبعة رتل دمشقي وخمسة وثمانون وسبعة رتل حلبي وثمانون رتلا وسبعان ونصف سبع من رتل قدسي فالرتل العراقي تسعون مثقالة سبع القدسي وثم سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار قال ابن ذريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئة والقربة مئة رتل بالعراقي والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي أو خالته البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصالع طريق مكة فطهور ما لم يتغير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ونفهم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ كلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدأ ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه ورى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئ فأمرهم بنزحها وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهى لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب ولا يرفع حدث رجل وخنث طهور يسير أي دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبع الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره وحسنه التلمذي وصححه بن حبان قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي وعلما مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا وأنه يرفع حدث المرأة والصدي وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يثير منها بتبخن طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونوه عنه ساقة فيه كزعفران لا تراب ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث حدث مكلف أو صغير فطاهر فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب رواه مسلم وعلم منه أن المستعمل في الودوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يدر اغتراف المتوضع لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل معقد لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو لي إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا إلى الكوع ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتلمم وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر النوع الثالث النجس وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها أي لاق النجاسة وهو يسير دون القلتين فيندس بمجرد الملاقاة ولو جارية لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهورا لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به فلا يطهر به نجس أو زالا تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغير إن كان ولا يجب غسل جوان بئر نزحت للمشقة تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح أو نزح ما يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنا على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلق على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه وكذا لو يشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وإن اشتبه طهور بطهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضع بالطهور وتذمم ليحصل له اليقين وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر باب الآنية هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخابه واستعماله بلا كراها غير جلد آدمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطلي والمطاعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من الصرف والخيالاء وكسر قلوب الفقراء واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لأموم الإخبار وعدم المخصص وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها كالدواء والقلم والمصعة والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية منصوبة إلا أطبه يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلق وكذا المضبب بفضة بغير حاجة بضبة كبيرة عرفة ولول حاجة لحديث بن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدار قطني وتكره مباشرتها أي الضبط المباحة لغير حاجة لأن فيها استعمالا للفضة فإن احتاج إلى مباشرتها كددفق الماء أو نحو ذلك لم يكره وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضع من مزادة مشركة متفق عليه وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وكذا ما صبهوه ونسجوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماءه لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم ولا يطهر جلد ميتة بدباب روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية وَلَا يَبُدَّ فِيهِ مِنْ زَوَالِ الرَّائِحَةِ الْخَبِيثَةِ وَجَعَلَ الْمُصْرَانَ وَالْكِرْشَةَ وَتَرًا دِبَار وَلَا يَحْصُلُ بِتَشْمِيسٍ وَلَا تَتْرِيبٍ وَلَا يَفْتَقِرُ الى فَعْلِ آدَمِيٍ فَلَوْ وَقَعَ فِي مَدْبَغَةٍ فاندفع جاز استعماله في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهر أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا وصح بيعه ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقراتها وظفرها وعصبها وحافرها وأنفحتها وجلدتها نجسة فلا وصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموتها فيجوز استعماله ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريضة وتأتي في باب الصيد باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله وراه ابن ماجتاء والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي أياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله قال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر المنصف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل القلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفري وهو الستري لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما رواه ابن ماجتا عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف فاليسرى تقدم للأذى وليمنى لما سواه ورواه الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتع على أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه ويستحب ويستحب له اعتماده على رجليه اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن ثراقة ابن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود وارتياده لبوله مكانا رخوى بتثليث الراء لينا هشى لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا علوى ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوى ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لألا يبقى من البول فيه شيء ويستحب نصره بالمثنات ثلاثا أي نصر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينصر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لألا ينجس ويبدأ ذكر وبكر بقبل لألا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصخف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنا ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدأ ويكره كلامه فيه ولو برد سلام وإن عاطس حمد بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلك وجسم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتا في الأرض ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير قبر أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه ويكره استنجاؤه واستجمعه بها أي بيمينه لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه ويكف انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من الحائل ويكره استقبالها حال الاستنجاء ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء ويحرم بوله وتغوته في طريق المسلوك وظل النافع ومثله مشمث بزمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها وكذا في موارد الماء وتغوته بماء مطلق ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصحاه التلمذي فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو ينتد إلى الحشفة انتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبل الخنثة المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ويشتغط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام ولول بهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذك مطلق أو حشيش رطب ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت وكيفما حصل الإنقاع في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاع ويثن قطع أي قطع ما زاد على الثلاث على وطر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تدمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضع ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتدمم قبل زوالها باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها الصفحة الثامنة عشر السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفن بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوق التسوق بعود الليل سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو أرجون أو غيرها منقل للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يدر أو يتفتت ولا يصيب السنة من استاكى بأصبوعه وخرق ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصر به الإنقاء كالعود مسنون كل وقت خبر قوله التسوق أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرباط لرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البلايهقي عن علي رضي الله عنه متأكد خبر ثان للتسوق عند صلاة فرضا كانت أو نفلا وعند انتباه من نوم ليلا أو نهار وعند تغير رائحة فمن بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واسفرار الأسنان ويستاكوا عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولفته ولسانه ويرسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وتهور وفي شأنه كله غير ما يستقدر ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا ورواه التلمذي والنسائي وصححه والترجيل تسريح الشعر ودهنه ويكتحل في كل عين وطر ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ويسن نظر في مرآة وتطيب ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرب وجهي على النار لحديث أبي هريرة ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره وتسقط مع السهم وكذا غسل وتدمم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى فالذكر يأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تأخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكلها في سابع يوم من الولادة إليه ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفى لغير حجامة ونحوها ويسن إذقاء شعر الرأس قال أحمد وهو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة وجعله ذئوابه ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه ويحف وحف شاربه وهو أولى من قصه ويقلم أظافره مخالفا وينتف إبطه ويحلق آنته وله إزالتها بما شاء والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة ومن ثنم الوضوء وهي جنوى ثنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاستلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وثنى غسل الأعضاء على الوجه المخصوص ودوءا لتنظيفه المتوضع وتحسينه السياك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المدمضة وغسل الكفين ثلاثا في أول ودوء ولو تحقق طهارتهما ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم لول ماقض لغدوءه لما تقدم في أقسان الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوى وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء ومن ثمن الوضوء البداء قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنساره بيساره ومن ثمنه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع ثمه وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقسى الأمر وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء بالصائم وغيره ومن ثمته تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أي من جانبيها ويعركها وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه ومن ثمته تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الصرح وهي في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من بعض رجله الين من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط ومن ثمته التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للإذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرد ومن ثمته الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجيز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولا يسمى مسح العنق ولا الكلام على الوضوء باب فرود الوضوء وصفته الفرد رغة يقال لمعانن أصلها الحز والقطر وشرعا ما أثيب فاعله وأوقب تاركه والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وكان فرده مع فرد الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المدع فرده فرده أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والثمي والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضموة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل عمدا ولا سهوة والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق والثالث نصح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وانصحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجة والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغصولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيخة لبلان الوادب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلو بدأ بشيء من الأعباء قبل غسل الوجه لم يحسب له وإن توضع منكسا أربع مرات صح يضوءه وانقرب الزمال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه وإن انغمس مائيا في ماء وخرج مرتبا أجزاء وإلا فلا والسادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسلي وفي ظهر قدمه لمع قدر الدرهم لم يسبها الماء فأمره أن يأيد الوضوء رواه أحمد وغيره وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عدو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتبل أو قدر من غيره ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ ولا يضر لاشتغاله لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة وسبب وجود الوضوء الحدث ويحل جميع البدم كذنابة والنية لغة القصد ونحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة واستلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وديره وجود ولا عدم لذاته لتهارة الأحداث كلها لحديث فنما الأعمال بالنيوات فلا يصح وضوع وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها فيمي رفع الحدث أو يقصد التهارة لما لا يباح إلا بها أي بالتهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن ذلك يستلزم وفع الحدث فإنه تهارة أو وضوع أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيد عنها النجاسة أو ليألم غيره أي للتبرد لم يجزه وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وامي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرد فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيص قاله في المفجأ ويستحب مدكه بالنية سر تتم يستط ليدوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وتهورية ماء وإباحته وإزالة ما ينع وصوله وانقطاع موجب وليدوء فراغ استنجاء أي استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرده فإنها ما تسمي له التهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه أو نوى تجديدا نسمونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى تهارة شرعية وإن نوى من عليه جنابه وسلا نسمونا كوسل الدمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن هذا كما مر في من نوى التجديد وكذا عكسه أي نوى واجدا أجزأه عن المسمون وإن نوى هما حصلا والأفضل أن يرتفع الواجد ثم للمسمون كاملا وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب ودوءا أو غسلا فنوى بتهارته أحدها لا على أي أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات التهارة وهي التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير وتسم النية عند أول مسموناتها أي مسمونات التهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية ويسم استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع التهارة لتكون أفعاله مقرنة بالنية ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا يمي قطعها حتى يتم التهارة فإن عزلت عن خاطره لم يؤثر وإن شك في النية في أثناء تهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن يمي ثم يسمي وتقدم ويبسل كالسيه ثلاثة تنظيفا فيكرر رسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء ثم يتمضب ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثة وحده من منابت شعر الرأس المعتاب غالبا إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عربع لأن ذلك تقصل به المواجهة والأذنان ليس من الوجه بل البياد الذي بين العذار والأذن منه ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يسف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وأنفقة لأنها من الوجه لا صدر وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما من حصل عنه الشعر من الرأس متصاعبا من جانبيه فهما من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرب ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخل لباطنه وتقدم ثم يغسل يديه مع المثقين وأظفاره ثلاثا ولا يدر وسخ يسير تحت ذفر ونحوه ويغسل ما نبت بمخل الفرد من إصبع أياد زائدة ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الإذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في سماخ أذنيه وينسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الماتئين في أسفل الساق من جانب القدم ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديثي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه فإن كتع من المفصل أو من المفصل المرفق غسل رأس العبد منه وكذا الأقطع من نفصل كعب يغسل ترف ساق ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباح معونته أي معونة المتوضع وسن كينه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعيمينه ويباح له تنشيط أعدائه من ماء الوضيق ومن وضعه غيره ومواه هو صحة إن لم يكن الموضع مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم باب مسح الخفين الصفحة الثانية والعشرون وغيرهما من الحيائل وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسمي أن يلبس ليمسح يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح على القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلا ياليها لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلا ياليهم وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم ويخلع عند انقباء المدة فإن خاف أو تدرر رفيقه بانتظاره تيمن فإن نسح وصلى عاد وانقباء المدة منحدث بعد لبس على طاهر العين فلا ينسح على مجس ولو في ضرورة ويتأمم معها لمسطور مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستفاخ به الرخصة ساتر للمفروض ولو بشده أو سواجه كالزربول الذي له ساق وعرن يدخل بعضها في بعض فلا ينسح ما لا يستر محل الفرق لقسره أو سعته أو صفائد أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخاز فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يدز المسح عليه وإن ثبت بمعلين نسح إلى خلقهما ما دامت مدته ولا يدوذ المسح على ما يسقطه من خف بيان لطاهر أي يدوذ المسح على خف يمكن متابعة المسح فيه عرفة قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجير بن صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجند لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومعليه رواه أحمد وغيره وصحانه الترمذي ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرنوق ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه بفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لمرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حسنا صحيح هذا إذا كانت محمكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كير بفتح الكاف فأكثر أو ذات ذؤوابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة الصماء ويسترك أيضا أن تكون شاترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنان وجوانب الرأس كيغفى عنه لمشقة التحرزنه بخلاف الخف واستحبوا مسحور معها وعلى خمر نساء مبارة تحت حلوقهم لمشقة نزعها كالإمامة بخلاف وقاية الرأس وإنما ينصح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر بل يغفل ما تحتها وينصح على جبيرة مشدودة على كسر أي جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خسي تلفا أو ضررا تيمم بزائد وداء على البدن تدرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعبد أي يعصب على جرحه خرقة وينصح عليها ويا وسل سائر جسده رواه أبو داود والمسح عليها عزيمة إلى حلها أي يمسح على الجغيرة إلى حلها أي برء ما تحتها وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال التهارة بالماء ولنسح فيها على حائل أي تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخفة خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو نعى جنوب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس الإنامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخفة أو غيره لم يمسح ولي جبيرة فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بيل أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان خبرا أو سفرا فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتوقن وإن أخذف في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا ولا يمسح قلامس جمع قلمسية وهي المبطنات كدنيات القضاء والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرد لأن ما ظهر فرده الغسل ولا يجامع المسح فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فيحكم الخف الفوقاني لأنه سائر فأشبه المنفرق وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجه المسح ولو سترى وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته ويمسح وجوبا أكثر الإمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب وثم أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا نسح وكيف نسح أجزاء ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزي لو اقتصر عليه ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة ومتى ظهر بعض محل الفرد ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة فإن تتهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضع تجديدا ومسح أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في النمسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض باب نواقب الوضوء الصفقة الرابعة والعشرون أي مفسداته وهي ثمانية أقدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو ناجر أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في أحليله أو محتشا وأبتل لا الدائم كالسلس والاستحابة فلا ينقض للضرورة والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير ما فخشا في نفس كل أحد بحسبه وإذا استدى المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد والثالث زوال العقل أي تغطيته قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا وينقض أيضا النوم من مطدع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضع رواه أحمد وغيره والسه حلقة الدبر والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا باء أو محلة ومس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضع رواه مالك والشافعي وغيرهما وصحره أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضع صحره أحمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو خرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء راه أحمد لكن لا ينقض مسه بالذفر وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنفى مشكل لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطع وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنفى المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكر فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض أو أنسى قبله أي وينقض لمس أنسى قبل الخنفى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنسى فقد مست فرجها وإن كان ذكرى فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكرى لم ينتقد وضوءها والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباه للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشلى أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو غيره لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها ولا مس رجل أمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة ولا ينتقد وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى وكذا لا ينتقد وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس أنه ما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مر لا من يصب عليه الماء ولا من يمنمه وهذا هو السادس والثابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو وطبوخا قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسلة دون الوضوء ولا نقص ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع أو يجد ريحا متفق عليه فإن تيقن هما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وسك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما فطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلبة وحواشية بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بإلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تسفحه بكمه أو عود ولا صغير ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة وتحرم تحلية كتب العلم ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وسكر ولا يكفر من صلى محدثا ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده باب الغسل الصفحة السادسة والعشرون بضم الغيم الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطني وغيره وموجبه ستة أشياء أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بنذة لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه فلو خرج من يقضان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضغت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله بإبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نبس وليس بمذين قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة وإن أثاق نائم أو نحو يمكن بلوه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبرده لم يجب الغسل وإن اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد بعد نحله فصدق عليه اسم الجنوب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه فإن خرج المني بعده أي بعد غسمه لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنفة المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج أو أولج غير الخنفة ذكره في قبل الخنفة فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه والثالث إسلام كاتر أصليا كان أو مرتد ولي مميز أو لم يوجد في كفره ما يوجده لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه والرابع موت غير شهيد معركة ومقتور ظلم ويأتي والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهم قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر ومن نزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ونصر مصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعبا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك سفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تتل ولا ينع من قراءته لتنجس الفم وينع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع وكيومه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضع جاز له اللبث فيه وينع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباخ به وضوء إن لم يؤذهما وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للارتخال تيمم وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا ثن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره أي أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال ثن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسم له وضوء لعذر وصفة الغسل الكامل أي المجتمل على الواجبات والسنن أن ينمي رفع الحدث أي استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهل ولا يسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك ويغسل ما لوثه من أذى ويتوبأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل لديه ثلاثا وتوبأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه ويعم بدنه غسل فلا يجزئ المسه ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ويدلكه أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغداريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيامن في طهوره ويغسل خدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباب قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء والغسل المجزي أي الكافي أي ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالثم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كسيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت خشفة أقله إن أنكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خدث ويستحب صدر في غسل كافر أسلم وحائب وأخذها مسكا تجعله في قطمة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فتيبة فإن لم تجد فتينا ويتوضأ بمج استحبابا والمج رتل وفرث عراقي ورتل وأوقيتان وسبعة أوقية مصري وثلاث أواقم وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية ويغتفل بصائم وهو أربعة أندات وإن زاد جازة لكن يكره الإسراف ولو على مهر جار ويحرب أن يرتسل عريانا بين الناس وكرها خاليا في الماء فلو أسبغ بأقل مما يذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء والإسباع تعميم العجو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا أي مرى بغسله الحدثين أي الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لعجوء وغسل أجزاءه عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالا ويسمي لجنب ولو أنفى وحائد ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوبع وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يمان وهو جنب غسل فرجه وتوبع وضوءه للصلاة متفق عليه ويكره تركه لموم فقط ويسم أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوبع بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل وكره الإمام أحمد بماء الحمام وبيعه وإجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وللردد دخوله بسطرة مع أمن الوقوع في محرم ويحرم على المرأة بلا عثر باب التجمم الصفحة التاسعة والعشرون في اللغة القصد وشرعا مصح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص لهذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها قيصعة عليها وإحسانا إليها فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية وهو أي التيمم بدل تهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطوات ومشي مصحة وقراءة قرآن ووطء حائب ويشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريدة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو يجد كسوف أو بتمع الناس الاحتفاء أو غسل ميت أي ينم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أي أبيحت نافلة بألا يكون وقت مهي عن فعلها الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويل مباحا كان أو غيره فمن خرج بحرف أو احتفاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرضوع للوضوع إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه أي زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أي يحتاجه له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا أو خاف بقلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطس أو مرض أو هلاك ونحوه كخيفه باستعماله تأخر البرئ أو بقاء أخر شيء في جسده شرع التوامم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وثم لما يسم له ذلك وهو جواب إذن من قوله إذا دخل وقت فريبة ويلزم شراء ماء وحبل ودل بثمن بثمن نفل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته ويلزم استعارة الحبل والدلع وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه فردا إذا كان له وفاء ويجب بثله لعطشان ولو نجسا ومن وجد ماء يكفي بعضته من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محبث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في صوبه ومن جرح وتبرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له ولما يتبرر بغسله مما قرد منه وغسل الباقي فإن لم يتبرر بمسحه وجب وأجزئ وإذا كان ذرحه ببعض أعضاء ودوءه لزمه إن إذا توضع مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتس في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعيمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يشح ما لم يتحقق عدمه ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ولا يتومم لخوف فوت دمازه ولا وقت فرد إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تسر إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت انقصده ومن باع الماء أو يهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصل لم يعد إن عجز عن ربه فإن كان قادرا على الماء ولكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصل عاد لأن النسيان لا يخرجه عن كينه الواجب وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ظل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصل فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غفلا أجزأ عن الجميع وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر أي موى بتيممه نجاسة على بدنه تدره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا ولو خضر مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن أجزاءه التيمم لها لأنون جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا أو حبث في مصر فلم يصل للماء أو حبث عنه الماء فتيمم أجزاءه أو عدم الماء والتراب كمن حبث بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قريح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرد فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بماء ربه فخرد من عهدته ولا يزيد على ما يجز في السلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يصده غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجز في التشهدين نواصل القراءة من كتاب الطهارة باب التيمم وتبطل وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يأم متطهرا بأحدهما ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط الحجارة ونحوها تهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال تهوريته باستعماله وإن تيمم جماعة للمكان واحد جاز كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بصاط أو حصير أو خائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل أو شعير ونحوه مما عليه غبار صح وإن اختلف التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالته طاهر وفروضه أي فروض الترام مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه لأنها طهارة ضرورية لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلابد من التعين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة والحديث والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وإن نوى بتيمهنه نفلا لا يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف وإن نواه أي نوى استباحة فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحة ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد ويبطل ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثامية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث عيرهما ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها وكذا الطواف وبغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد والتومم آخر الوقت المختار لراد الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم أي يتأن ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحته استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما ولو تأمم بخرقة أو غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به باب إزالة النجاسة الحكمية الصفحة الثانية والثلاثون أي تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والرنث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزيع وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرسله سبعا أولى هن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعة ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب أسنان ونحو كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقط وإلا فحتى تنقي مع حد وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يدر بقاء لون أو ريح عجزة بلا تراب لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره وما يتنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ولا يطهر متهجس ولو أرضى بشمس ولا ريح ولا دل ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا سقيل بمسح ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في مراحة فصار ملحا ونحو ذلك نبس غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنتها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل المباح أي صب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ولا يمنع غير خلال من إنساك الخمرة لتتخلل أو تنجس دهن نائع أو عدين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كانت دهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم وإن خفي موضوع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخلثى فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم وقد أثاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدأ ولعابهما طاهر ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضا وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر واليسير ما لا يفخش في نفس كل أحد بحسبه ويضم متفرق بثوب لا أكثر ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر ويعفى عن أثر استجمال بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه وما لا نفس أي دم له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحرية فلا ينجس الماء اليسير موته ما فيه وبين ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أراد الصلاة ومني الآدمي طاهر لقول عائشة كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه فعلى هذا يستحب فرق وابسه وغسل رطبه ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفن وقت النوم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة والثؤر بدم السين مهموز بقية طعام الحيران وشرابه والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لأموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما وقال في الخمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس باب الحيض الصفحة الرابعة والثلاثون أصله لغة السوالان من قولهم حاض الوادي إذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجدلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته لا حيضا قبل تسع سنين فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صلحا فحيض قال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ولا حيضا بعد خمسين سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن ولا حيضا مع حمل قال أحمد إنما تعرف النساء الحملة منقطاع الدم فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أماره فنفاس ولا يتنقص مدته وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه وأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلا وليها لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما وغالبه أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما احتج به أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثة حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية على حد لأكثره أي أكثر التهري بين الحيضتين لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبا بقية الشهر والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطمة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت وتقضي الحائض والنفساء الصومة لا الصلاة إجماعا ولا وصحاني أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان عليها كالتواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمن التنويثة ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه قال الله تعالى فاعتزل النساء في المحيض فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الروادة الصحيحة والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفدة فقط ويجزي الواحد وتسقط بعجزه وامرأة مطاعة كرجل ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة والنمس والوط دون الفرج لأن المحيط اسم لمكان الحيط قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسم ستر فرجها عند مباشرة غيره وإذا أراد وطؤها فادعت حيضا ممكنا قبل وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة فإن عدمت الماء تيمنت وحل وطؤها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولانية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به وينوى عن مجنونة غسلت كميت والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضط تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كذرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توتأ فإن قطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر ويما فما يدون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أي با وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا وتفعل ذك ذلك في الشهر الثاني والثالث فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فموكله حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طعفته أو اعتكفته فيه وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة والاستحاضة سوالان الدم في غير وقته من الأرق العاذلي من أدنى الرحم دون قعره فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه سخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى والأحمر والرقيق وغير المنتني استحاضة تثوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلالي والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وتهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضع موضعه وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وإن علمت المستحابة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتبئة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت اتدائها على ما تقدم ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو تأخرت عكسا التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة تهر فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طهرة وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرة فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع والصفرة والكذرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررت لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكذرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داود ومن رأت يوما او اقل او اكثر دمى ويوما او اقل او اكثر نقاع الدم فالدم حيض حيث بلغ مجموعه اقل الحيض والنقاع تغتسل فيه وتصوم وتسلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مذي او ريح او جرح لا يرقع دمه او رعاف دائم تغسل فرجها لازالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الانكان وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الانكان فان لم يكن عصبه كالباسور صلى حسب حاله ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ان لم يفرد وتتوبأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فان لم يخرج شيء لم يجب الوضوء وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لانه امكن الاتيان بها كاملة ومن يلحقه السلس قائما قاعدا او راكعا او ساجدا يركع ويسجد ولا توطأ المستحادة الا مع خوف العنت منه او منها ولا كفارة فيه ويستحب غسلها اي غسل المستحادة لكل صلاة لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه واكثر مدة النفاس وهو دم ترخية الراحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله واصله لغة من النفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها اربعون يوم واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس وتقدم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ولا حد لأقله لانه لم يرد تحديده وان جاوز الدم الاربعين وصاد فعادة حيضها ولم يزد او زاد اتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ولا يدخل حيض واستحاض في مدة نفاس ومتى تهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وصامت كسائر التهارات كالحائض اذا انقطع دمها في عادتها ويكره وطعها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث اثمان ابن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيني ولانه لا تأمن عود الدم في زمن الوط فان عاودها الدم في الاربعين فمشكوكم فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوكم فيه وتقضي الواجبة من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل كمستمتاع بها دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل ولا يحتسب مدة النفاس على المولى بخلاف مدة الحيض وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للثاني ومن صارت نفساء بتعديها بدرب بطنها او بشرب دواء لم تقضي كتاب الصلاة الصفحة الثامنة والثلاثون في اللغة الدعاء قال الله تعالى وَصَلِّ أَلَيْهِمْ أَيُدْعُ لَهُمْ وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سميت صلاة لاجتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما ارقان من جانب الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وفرضت ليلة الاسراء تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل ذكر او انثى او خنثى حر او عبد او مبعد الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها رواه مسلم وغشي على عمار ثلاثا ثم افاق وتعضى وقضى تلك ثلاث ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متسلا به تغليظا عليه ولا تسح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل نية ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام او الحرب جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما فلوما تعقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزئ لم يقبل وكذا ولو اذن ولو في غير وقته ويؤمر بها صغير لسبع اي يلزم وليه اي يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليم اياها والطهار ليعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفه عن المفاسد وان يضرب عليها لعشر لعشر سنين لحديث عمر بن شعيد عن ابيه عن جده يرفعه مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه احمد وغيره فان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد اي لزمه اعادتها لانها نافلة في حقه فلم يجزه عن الفريضة ويعيد التامم لا الوضوء والاسلام ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار او تأخير بعضها الا لناو الجمع لعذر فيباح له التأخير لان وقت الثانية يصير وقتا لهما والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت فان كان بعيدا فان كان بعيدا عرفا صلى ولمن نزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظل مانع وتسقط بموته ولم يأسم ومن جحد وجوبها كفر اذا كان ممن لا يجهله وانفع لها لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة وان ادعى الجهل كحديث الاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور فان اصر كفر وكذا تاركها تهون او كسل لا جحود ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامامة واخر ما تفتقدون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبق منه شيء فان لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي فيما اذا جحد وجوبها وفيما اذا تركها تهون فان تاب وان لا ضربت عنقه فان تاب وان لا ضربت عنقهما والجمعة كغيرها وكذا ترك ركن او شرط وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته قال الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا باب باب الاذان الصفحة التاسعة والثلاثون هو في اللغة الاعلام قال تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص والاقامة في الاصل مصدر اقام وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم هما فرض وكفاية لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليأمكم اكبركم متفق عليه على الرجال الاحرار المقيمين في القرى والامصار لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين الصلاة الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤداة دون المقضيات والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفر او لمقضية يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل وان كان واحدا وان لا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم احدهم وان تشاح اقرأ وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره وتحرم اجرتهما اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة لفاعلهما لا اخذ رزق من بيت المال من مال الفيئ لعدم متطوع بالاذان والاقامة فلا يحرم كارزاخ القضاة والغزاة وثن ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه اغلغ في الاعلام زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه امين اي عدلا لانه مؤتما يرجع اليه في الصلاة وغيرها عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله فان تشاح فيه اثنان فاكثر قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال ثم ان استاعوا فيه قدم افضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه ابو داود وغيره ثم ان استاعوا قدم من يختاره اكثر الجيران لان الاذان لاعلامهم ثم ان تساووا في الكل فقرعة فايهم خرجت له القرعة قدم وهو اي الاذان المختار خمس عشرة جملة لانه اذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين فان رجعهما فلا بأس يرتلها اي يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة وان يكون قائما على علو كالمنارة لانها ابلغ في الاعلام وان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر ويكره اذان جنب واقامة محدث وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لانها اشرف الجهات جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه لانه ارفع للصوت غير مستدبر فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ويرفع وجهه الى السماء فيه لكله لانه حقيقة التوحيد قائلا بعدهما اي يسن ان يقول بعد الحيعلتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر والصلاة خير من النوم مرتين لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير اذان الفجر وبين الاذان والاقامة وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها يحذرها اي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالاذان ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد لو اعاد الاذان كما صنع ابو محذورة فان اقار من غير اعادة فلا بأس قاله في المبدأ في مكانه اي يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل لانه ابلغ في الاعلام فان شق كان اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام اقام في المسجد لان يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم الا باذن الامام ولا يصح الاذان الا مرتب كاركان الصلاة متوالية عرفا لانه لا يحصل المقصود منه الا بذلك فان اكسه لم يعتد به ولا تعتبر المعالاة بين الاقامة والصلاة اذا اقام عند ارادة الدخول فيها ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر عدل ولو ظاهر فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر او اذنت امرأة او خنسة او ظاهر الفسق لم يعتد به ويصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطربا به او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان من ذي لثغة فاحشة وبطل ان احيل المعنى ويجز اذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ ويبطلهما اي الاذان والاقامة فصل كثير بسكوت او كلام ولو مباحة وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره ولا يجز الاذان قبل الوقت لانه شرع للإعلام بدخوله ويسن في اوله الا الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ ذلك عادة لان لا يغر الناس ورفع الصوت بالاذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان مغرب او صلاة يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا لان الاذان شرع للإعلام فسن تأخير الاقامة للادراك ومن جمع بين صلاتين لعذر اذن للأولى واقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم او تأخير او قضى فرائض فوائت اذن لأولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما بعدها وان كانت الفائتة واحدة اذن لها واقام ثم ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اسر وان جهر فلو ترك الاذان لها فلا بأس ويسن لسامعه اي لسامع المؤذن او المقيم ولو ان السامع امرأة او سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف او قراءة ويقضيها المصلي والمتخلي وتسم حوقلته في الحيعلة اي اي يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال المؤذن او المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح واذا قال الصلاة خير من النوم ويسم التثويب قال السامع صدقت وبررت واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع اقامها الله وادامها وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما للجمع بين ثواب الاذان والاجابة ويسن قوله اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدل من يا قاله الخليل وسيب ويه رب هذه الدعوة بفتح الدال اي دعوة الاذان التام اي الكاملة السالمة من نقص يتفرق اليها والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها ااتي محمدا الوسيلة منزله في الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لانه يحمده فيه الاولون والاخرون ثم يدعو ويحرم خروج من وجمت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية رجوع باب شروط الصلاة الصفحة الحادية والاربعون الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم ان يوجد عند وجوده شروطها اي ما يجب لها قبلها اي تتقدم عليها وتسبقها الا النية فالافضل مقارنتها للتحريمة ويجب استمرارها اي شروع فيها وبهذا المعنى فعرقة الاركان منها اي من شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبابة الا التمييز في الحج ويأتي ولذلك لم يذكرها كثير من الاصحاب هنا ومنها الوقت قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به وهو حديث جبريل حين اما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمسة ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك فالوقت سبب وجوب الصلاة لانها تضعف اليه وتتكرر بتكرره ومنها التهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضع متفق عليه والتهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصل او ثوبه او بقعته ويأتي والصلاوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر فوقت الظهر وهي الاولى من الزوال اي ميل الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيئة بعد فيئ الزوال اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها الى الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد وتعجيلها افضل وتقصر فضيلة التعجيل لتأهب اول الوقت الا في شدة الحر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر لحديث ابرد بالظهر ولو صلى وحده او في بيته او مع غيم لمن يصلي جماعة اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة لانه وقت يخاف فيه المطر والريح فتلب لأسهل بالخروج لهما مع وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا ويليه اي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ويستمر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ووقت الضرورة الى غروبها اي غروب الشمس فالصلاة فيه اداء لكن يأثم بالتأخير لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر ويسم تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى ويليه وقت المغرب وهي وطر النهار ويمتد الى مهيب الحمرة اي الشفق الاحمر ويسن تعجيلها الا ليلة جمع اي مزدلفة سميت جمعة لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجن وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخير قبل حط رحله وليه وليه وقل الاشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترب بالمشرق ولا ظلمة بعده والاول مستطيل ازرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل ان سهل فان شق ولو على بعض المأمونين كرها ويكره النوم مقابلها والحديث بعدها الا لسيرة او لشغل او مع اهل ونحوه ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لانه وقت ضرورة ويليه وقت الفجر من طلوعه الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل مطلقا ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت وكذا لو امره والده به ليصلي به ينسل لحاقم ونحوه مع ساعة الوقت وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها اذا كبر الاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء حتى لو كانت تأخير لغير عذر لكنه اث وكذا وقت الجمعة يدرك يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها انها باجتهاد ونظر في الادلة اوله صنعه وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة او جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتأقن او بخبر ثقة متأقن كان يقول رأيت الفجر طالع او الشفق غائب ونحوه فان اخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل باذان ثقة عارف فان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان احرامه قبله فصلاته نفل لانها لم تجب ويعيد فرده وان لا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت فصلاته فرد ولا اعادة عليه لان الاصل براعة ذنته ويعيد الاعمى العابز مطلقة ان لم يجد ميقا لده وان ادرك مكلف من وقتها اي وقت فريضة قدر التحريمة اي تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون او ادركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت او نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وتهرت الحائض او النفساء قضوها اي قضوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع ومن صار اهلا لوجودها بان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض او نفساء قبل غروج وقتها اي وقت الصلاة بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبير لزمته اي العصر وما يجمع اليها قبلها وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لان وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها ويجب فورا ما لم يتدرر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة ايد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت ويسم صراتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فان نسي الترتيب بين الفوائت او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجه ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجهاز ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها ومن شك فيما عليه من الصلوات وتوقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا وان لم يعلم وقت الوجوب فمما يتيقن وجوبه ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر اجمعه على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى اوريانا والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلم وخارج الصلاة بما لا وصف بشرتها اي لون بشرة العورة من بواب او صوات لان السطر انما يحصل بذلك ولا يعتبر ان لا يصف حجم العدو لانه لا يمكن التحرز عنه ويكفي السطر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لانه ليس بستر ويباح كشفها لتداون وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وامة وعورة رجل ومن بلغ عشرة وامة 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 وولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة الى الركبة وليس من العورة وابن سبع الى عشر الفرجان وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في الصلاة وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء او الازار او السراويل مع القميص ويكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع احد عاتقه في الفرض ولو بما يصف البشر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان عن ابي هريرة وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في در وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها وملحفة اي ثوب تلتحف به وتكره صلاتها في نقاب وبرق ويجزي للمرأة ستر عورتها في فرض ونف ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا وطال الزمن اعاد وان قصر الزمن او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده او صلى في فوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه وحرير ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد وكذا اذا صلى في مكان غصب او صلى في ثوب نجس اعاد ولو لعدم غيره لا من حبس في محل غصب او نجس واركع 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 ويسجد ويسجد ان كانت النجاسة يابسة ويومئ برتبة غاية ما يمكنه ويجلث على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مرصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يصح نفل بابق ومن وجد كفاءة عورته سترها وجوبا وترك غيرها لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها اولى وان يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لانهما افحش فان لم يكفيهما وكفى احدهما فالدبر اولى لانه ينفرج في الركوع والسجود الا اذا كفت من كبيه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا ويلزم العريان تخصيل السطرة بثمن او اجرة مثلها او زائد يسيرا وان اعير سطرة لزمه قبولها بانه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها ويصلي العاري العادز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل يتضام بالايماء استحبابا فيهما اي في القعود والايماء بالركوع والسجود فلو فلو صلى قائما وركع وسجد جاز ويكون امامهم اي امام العرات وسطهم اي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلم ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحدة لانفسهم ان اتسع محلهم فان شق ذلك صلى الرجال واستغلرتهم النساء ثم عكسوا فصل النساء واستدبرهن الرجال فان وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفة في اثناء الصلاة سترى بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته وان لا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة اتدأ الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها ويكره في الصلاة السبي وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر وذكره فيها اجتمال الصماء بان يدبع بثوب ليس عليه غيره وللضباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر فان كان تحته ثوب غيره لم يكره ويكره في الصلاة تعطية وجهه واللخام على ثمه وانفه بلا سبب لنهي صلى الله عليه وسلم ان يغطي رجل فاه رواه ابو داود وفي تعطية الفم تشبه بشأن المجوس عند عبادته من نيران ويكره فيها كف كمه اي اي يكفه عند السجود معه ولفه اي لف كمه بلا سبب بقوله صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوب متفق عليه ويكره فيها شد وسطه كزمار اي بما يشبه شد الزمار لما فيه من التشبه باهل الكتاب وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد وغيره باسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزمار وتحرم الخيالاء في ثوب وغيره من امامة وغيرها في الصلاة وغارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله اليه متفق عليه ويجوز الاسبال من غير الخيالاء للحاجة ويحرم التصوير اي على صورة حيوان بحديث الترمذي وصحها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع وان ازيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره ويحرم استعماله الى المصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال مموه بذهب او فضة غير ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء وتحرم وتحرم ثياب حرير ويحرم ما اي ثوب هو اي الحرير اكثر طهورة مما نسج معه على الذكور والخنافة دون النساء لبسها بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فان من نبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الدنوس عليه والصلاة الا اذا استذى اي الحرير وما نسج معه ظهور ولا الخز وهو ما سدي بالابريس والحم بصوف او قطن ونحوه او لبس الحرير الخالص لضرورة او حكة او مرض او قمل او جرب ولو بلا حاجة او كان الحرير حشوا لجلباب او فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيالاء بخلاف البطانة ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه او كان الحرير علما وهو طراز الثوب اربع اصاب فما دون او كان رقاعا او لبنة جيب وهو الزيق وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف فكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع فاقل لما روى مسلم عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ويباح ايضا كيس المصحر وخياطة به وازرار ويكره المعصفر في غير احرام ويكره المزعفر للرجال لانه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه ويكره الاحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة الى ذراع ويكره لبس الثوب الذي يسف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن المصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه وقوله تعالى وثيابك فطهد فمن حال نجاسة لا يغفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته فان كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا او حيوانا طاهرا صحب صلاته او لاقاها اي لاقى نجاسة لا يغفى عنها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها صحت وان طين عرضا نجسة او فرشها طاهرا صفيفا او بسطه على حيوان نجس او صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها وان كانت النجاسة بطرف مصلا متسل به صحت صحت الصلاة على الظاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهرا ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها وان كانت سفينة كبيرة او حيوانا كبيرة لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحت لانه ليس بمستتبع لها ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعيدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطر بالشك وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد كما لو صلى محدثا او ناسيا ومن جبر عظمه بعظم النجس او خيط جرحاه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس او عضو او مرض ولا يتيمم له ان غطاه اللح وان لم يخف ضرر لزمه قلعه وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر اعاده او لم يعد لان ما ابينا من حي فهو كميتة وميتة الادمي طاهرة وان جعل موضع سن سن نشات مذكات فصلاته معه صحيحة ثبت او لم يثبت ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الاعقصة وتركها افضل ولا تصح الصلاة اذا كان الشعر ندس ولا تصح الصلاة بلا عذر فرض كانت او نفلى غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليف الياء ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولا في حش بضم الحائل فتحها وهو المرحاض ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع واعطاني ابل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها ولا في مغصوب ومجزوة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها اي اسطحت تلك المواد وسطح نهر والمنع فيما ذكر تعبدي لما رأى ابن ماجه والتلمذي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابن وفوق ظهر بيت الله وتصح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل وتصح صلاة الجنازة والجمعة والايد ونحوها بطريق لضرورة وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي ولا تصح الفريدة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها وان وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او وقف خارجها وسجد فيها صحت لانه غير مستدبر لشيء منها وقف خارجها وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الاكثر وقال في المغني الاولى انه لا يشترط لان الوادبة استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا تصح على جبل ابي قيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح وصحهه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على مصطلحنا ويستحب نفله في الكعبة بين الاستوانتين وجاه اذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة اي الكعبة او جهتها لمن بعد سميت قبلة لاقبال الناس عليها قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون الاستقبال الا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمسلوب واند اشتدات الحرب واند لمتنقل اغفض وراكب النحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب ويلزمه اي الماشي الافتتاح اليها والركوع والسجود اليها اي الى القبلة لتسر ذلك عليه واند نجاسة عمدا بطلت واند داسها مركوبه فلا وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وتال عذوره وعرفا بطلت وفرد من قرب من القبلة اي الكعبة وهو من امكنه معاينتها او الخبر عن يقين اصابة عينها ببدمه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول وفرد من بعد عن الكعبة في استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسير ان عرفا الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لان قبلته متأقنة فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وضاطنا بيقين عمل به حرا كان او عبدا رجلا او امرأة او وجد محاريب اسلامية عمل بها لان انفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو اثبت ادلتها لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا وهو نجم خفي شمالي وحوله انجم دائرة كفراشة الراحة في احد طرفي الجدي والاخر الفرقدان يكون وراء ظهر المسلي بالشام وعلى عاتقه الايسر بالنصر ويستدل عليها بالشمس او القمر ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر فاطلع من المشرق وتغرب بالمغرب ويستحب تعلم ادلة القبلة والوقت فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه اي التعلم ويقلد وان ضاق الوقت وان اجتهد مجتهدان فاختلف في جهة لم يتبع احدهم الاخر وان كان اعلم منه ولا يقتدي به لان كل منهما يعتقد خطأ الاخر ويتبع المقلد لجهل او عمن اي ثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه عنده لان الصواب اليه اقرب فان تساويا خير واذا قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا اعادة وان صلى بصير حضر فاخطأ او صلى اعمى بذا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاد ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ومن اخبر فيها بالخطأ يقين لزمه قبوله وان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله ومنها اي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرع العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحيها القلب والتلفظ بها ليس بشرط اذ الغرب جعل العبادة لله تعالى وان سبق لسانه الى غير ما نواه لم يضر فيجب ان ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث انما الاعمال بالنيات ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ولا في الاداء ولا في القضاء نيته لان التعين يغني عن ذلك ويصح قضاء بنية اداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه ولا يشترط في النفل والاعادة اي الصلاة المعادة نيتهن فلا فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض واولى ولا تعتبر اضافة العمل الى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات ومن عليه ظهر انعين السابقة لاجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفة ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت لان استدامة النية شرط ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما وكذا لو علقه على شرط لا انعزم على فعل محظور قبل فعله واذا يشك فيها اي في النية او التحريمة استأنفها وان ذكر قبل خطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنا وان عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا اثر للشك وان وان قلب منفرد او مأمون فرضه نفلا في وقته المتسع جاز لانه اكمال في المعنى كنقد المسجد للاصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونص احمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الامام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم فيخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى فرض الى فرض اخر بطلا لانه قطع نية الاولى ولم ينوي الثاني من اوله وانه الثاني من اوله بتكبيرة احرام صحة وينقلب نفلا ما بان عدم كفايته فلم تكن وفرض ولم يدخل وقته ويجب للجماعة نية الامام الامام ونية المأموم الاعتماد لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم او امرأة وانا اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومة فسلت صلاتهما كما لو نعى امامة من لا وصلح اي امة او شك في كونه اماما او مأمومة ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه وانه زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الامامة صحت صلاة عمر وحده وتصح نية الامامة ظنا حضور مأموم لا شاك وانه المنفرد الاتمام في اثناء الصلاة لم تصح لانه لم ينوي الاتمام في اتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة ام لا فرضا كانت الصلاة او نفلا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لانه لم ينوي الامامة في اتداء الصلاة ومقتضى انه يصح في النفر وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفل لانه لم ينوي الامامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى وان انفرد اي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام بطلت صلاته لتركه متابعة امامه ولعذر صحت فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه لعذر او غيره فلا استخلاف اي فليس للامام اي استخلف من يتم بهم ان سبقه الحدث ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا وان احرم امام الحي اي الراتب بمن اي بمأمومين احرم به النائب لغيبته لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صح لان ابا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه وان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او ائتم مقيم بمثله اذا سلم امام مسافر صح باب صفة الصلاة الصفحة الخمسون يثن الخروج اليها بسكينة ويقار ويقار بخطاه واذا دخل المسجد قدم رجله اليمن واليسر اذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك اصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة يثن للامام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد قامت اي من قد قامت الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن ابي اوفا وهذا ان رأى المأموم الامام وان لا قام عند رؤيته ولا يحرم الامام حتى تفرغ الاقامة وتسن تسوية الصف بالمناكل والاكعب فليلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله وعي ساره كذلك ويكمل الاول فالاول ويتراصون عن يمينه والصف الاول للرجال افضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصرت الصفوف وكلما قرب منه فهو افضل والصف الاخير للنساء افضل ويقول قائما في فرض مع القدرة الله اكبر فلا تنعقب الا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه احمد وغيره فلا تصح انكسه او قال الله الاكبر او الجليل ونحوه او مد هنزة الله او اكبر او قال اكبار وان مطته كرها مع بقاء المعنى فان اتى بالتحريمة او ابتدأها او اتمها غير قائم صحة نفلة ان اتسع الوقت ويكون حال التحريمة رافعا يديه نبى فان عدز الرفع احداهما رفع الاخرى مع ابتداء التكبير وبنهيه معه مضمومة الاصابع ممدودة الاصابع مستقبلا ببطونه من قبلة حذوة اي مقابلة من كبيه لقول ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الاصلاة رفع يديه حتى يكون حذوة من كبيه ثم يكبر متفق عليه فان لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الامكان ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء افضل ورفعهما اشارة لرفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود يعني انه يسل في السجود وضع يديه بالارض حذوة من كبيه ويسمع الامام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الاولى فان لم يمكنه اسمع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل ابي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه كقراءته اي كما يسن للامام اي يسمع قراءته من خلفه في اولتي غير الظهرين اي الظهر والعصر فيجهر في اولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره اي غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب لانه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع فان كان مانع بان كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع من عدمه ثم 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 اذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي من السلة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه احمد وابو داود وينظر المصل استحبابا المسجدة اي موضع سجوده لانه اخشع الا في صلاة خوف لحاجة ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم اي منزبك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك اي كثرت بركاته وتعالى جدك اي ارتفعك قدرك وعظم ولا اله غيرك اي لا اله يستحق ان يعبد غيرك كان عليه الصلاة والسلام استفتح بذلك اه احمد وغيره ثم يستعيذ ندبا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل مهم ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي افضل سورة وآية الكرسي اعظم آية وسميت فاتحة الكتاب لانه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف وفيها احدى عشرة تشديدة ويقرأها مرتبة متوالية فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال عرفا اعادها فان كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آلة رحمة وكالسكوت لاستماع قراءة امامه وكسجوده للتلاوة مع امامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لازم غير مأمون اعادتها اي اعادة الفاتحة فيستأنفها ان تعمد ويستحب ان يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آلة كقراءته عليه الصلاة والسلام ويكره الافراط في التجديد والمد ويجهر الكل اي المنفرد والامام والمأموم معا بامين في الصلاة الجهرية بعد سكتة اللطيفة ليعلم انها ليست من القرآن وانما هي طابع الدعاء ومعنى اللهم استجب ويحرم ويحرم تشديد ميمها فان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة فاستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم وتجوز اية الا ان احمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي ومص على جهاز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرد لعدم نقله وللإطالة وتكون الصورة في صلاة الصبح من طوال المفصل لكسر الطاء واوله قاف ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره ولا يكره بطواله وتكون الصورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله وتكون الصورة في الباخ من الصلوات كالظهر والعشاء من أوساته ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس الصور والآيات ولا تكره ملازمة صورة مع اعتقاده جواز غيرها ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وتصح متفق عليه رافعا رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحال من كبيه وإذا أراد أن يركعه وبعدما يرفع رأسه متفق عليه ويضعهما أيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع وهذا كان أولى الإسلام ثم نسخ ويكون المصلي مستيّم ظهره ويجعل رأسه حيالة أي بإزاء ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه رواه ابن ماجه عن وابسط ابن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لا استقر ويجع في مرفقيه عن جنبيه والمجزي الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره ومن قائد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره والاقتصار عليها أفضل والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك قاله في المبع ومعنى سمع استجاب ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحند من السماء ومن الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه وللدار قطني عن أكرمة عن ابن عباس المرفوعة لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصحه ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزيه ويكره ترك مباشرتها بلا أذر ويجزي بعض كل أذر وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزيه ذكره بالشرح ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويولئ ما يمكنه ويجاف الساجد عضضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه امطال ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجد مكبرا ويجلس مفترشا يسرا أي يسرا رجليه معسبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا ماهدا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدى التحريم أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية ثم بعد فراغه من ركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقم هما ركبتيه ويقب خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سراء التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظم لله تعالى أي مملوكة له ومختصة به والصلاة والصلاة الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله وبلا همز إما تسهيل أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزات على يديه ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمعوا صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأمني قاطع بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ولا يجزئ لو أبدأ آل بأهلي ولا تقديم الصلاة على التشهد ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وثم التفاته وعن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمه وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ أي إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازه والأولى أن لا يزيد وبركاته وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظه نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجاف وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنفا كأنفا ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع ثلاثا وثلاثين ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه فصل يكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وإن كان لخوف ونحوه لم يكره وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لألا يؤذي من حوله لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون عبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتغطفن أرصارهم رواه البخاري ويكره أيضا تغميد عينيه لأنه فعل اليهود ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه لقوله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب رواه بن ماجة ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وغيره وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح ويكره ويكره افتراش ذراعيه ساجد بأي مدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله عليه السلام يأتدلوا في السجود ولا يرسط أحدكم ذراعيهم بصاط الكلب متفق عليه من حديث أنس ويكره عبثه لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ويكره تخصره أي وضع يديه على خاصرته لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أبي هريرة ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله عليه السلام لا تقعق أصابعك وأنت في الصلاة رواه بن ماجة عن علي وأخرج هو والترمثي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ويكره التمطي وفتح فمه وعضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين أديه وإن غلبه تثاؤب كرم ندبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن هو المحتبس بولة وكذا كل ما يمنع كما لها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسياء خاف فوت الجماعة أو لا لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه مسلم عن عائشة أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة وإن داق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابة لقوله عليه السلام ترب ترب ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنف لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل أمران والنساء ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم عن ابن عمر وصواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفل بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المجزع وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما رأى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه وللمأموني الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط لما رأى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك قال الخطابي إسناده جيد ويجب في الفاتحة كمسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح وله لبس الثوب ولف الأمامة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإذاره وهو في الصلاة وحمل أمامه وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداؤه فله وفعه وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححة فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلة الصلاة ولو كان الفعل سهوى إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إذا تفرق ولو طال المجموع وليسير ما يسبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامه وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومه كفاله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراعة أواخر السور وأوساطها لما رأى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعته الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وإذا نابه أي عرب للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عيساره وفي المسجد وفي ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضوعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذل المخاط والنخامة وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عيساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة وليبصق عيساره أو تحت قدميه فيدفنها رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنا وأماما وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره في نفل وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه من حديث سعيد قائمة كمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصى لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربه وإلى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصى بين يديه عرضا واستحب حرافه عنها قليلا فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال قال في الشرح وكيف ما خط أجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصى فليخط خط رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لا بأس فيه في مثل هذا وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهين أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصل وسترته أو بين أديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لم رأه وحمار وشيطان وغيرها وسترة الإمام سترة للمأموم وله أي المصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرد لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد إذا قرع أليس ذلك بقادر على أن يحي الموت في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبل في فرض ونفر فصل أركانها الصفحة الثامنة والخمسون أي أركان الصلاة أربعة عشر جمع ركل وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوى وسماها بعضهم فروضا الخلف لضي القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحده ما لم يصر راكعة والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديثي تحريمها التكبير وقراءة الفاتحة لحديثي لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتيه والركوع إجماعاً في كل ركعة ولا أتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول ولا اتدال عنه في صلاة الكسوف والسجود إجماعاً على الأعضاء السبعة لما تقدم ولا اتدال عنه أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي حتى يستوي قائدا رواه مسلم والطمأمينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإنقل والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيئة في صلاته مرتبة بثم والتسليم لحديث وختامها التسليم وواجباتها أي الصلاة ثمانية التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسن ويأتي والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفاله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتمون أصليه ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه وتسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ويثن قول ذلك ثلاثا ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس ويسقط عمن قام إمامه سهوى لوجوب متابعته والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده وما عدى الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوى بطلت صلاته وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السطرة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا يعجز عنها أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه وإن ترك الركن سهوى سيأتي وإن ترك الواجب سهوى أو جهلا سجد له وجوبا وإن أعتقد أن الفرد سنة أو بالعكس لم يضر كما لو أعتقد أن بعض أفعالها فرد وبعضها نفل وجهل الفرد من السنة أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاته من ترك سنة ولو عمدا وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنة من أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة ومن السماء إلى آخره بعد التحميد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوط الوتر وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها ولا يسرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهوة فلا بأس أي فهو مباح باب سجود السهو الصفحة التاسعة الخمسون قال صاحب المشارق السهو في الصلاة المسيان فيها يسرع أي يجب تار ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوة ونقص سهوة أو شك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق بشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا بعد سجود عند بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح وإن فعله سهوى يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد السجدتين رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوى ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطرت وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لمعراء ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسة فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهوي وسلم لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهوي وسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهوي ثم سلم وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهوي ولا هو أن يتمها أربعة ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجرة وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه سواء صوابهما أو خطأهما والمرأة والمرأة كالرجل فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطرت صلاةه لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبا يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا وعمل في الصلاة متوالية مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عنده وسهوه وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم ولا يشغع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوى ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا لأمومي عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما رؤي أن ابن الزبير شارب في التطوع ولأن مبدى النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فثمح فيه كالجلوس وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عنده وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عنده وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مض قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشاهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروعا في الصلاة في الجملة ولم يجد له أيسه سجود بل يسرع أيسا كسائر ما لا يبطل عنده الصلاة وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عنده بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وإن كان السلام سهوى ثم ذكر قريبا أتمها وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهوي لقصة ذيليادين لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جنوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدثا استأنفها فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين راه مسلم وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل ككلام في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيرا وسواء كان الكلام عمدا أو سهوة أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجبا لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذل يدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى كبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصل ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لربه صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل وقه قهة وهي ضحكة معروفة ككلام فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفاني ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم وإن نفخ فبان حرفان بطلت أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين لكن إذا غلب صاحبه لم يضر لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت فإن كان لحاجة لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجة عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضر ولو بان حرفان فصل في الكلام على السجود لنقص الصفحة الثانية والستون ومن ترك ركنا فإن كان التحريم لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزيه الاستفتاح الأول فيرجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهو بطلت الركعة والتي تليها عوضها وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن وجاهله أو محله عمل بالأحوط وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجنوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجة من حديث المغيرة ابن شعبة وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصل اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقل ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل لإمامه فإذا سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد لسه وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ولا يسجد للسهوي لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة واقتفع لها لأنه شك في سبب وجود السجود والأصل عدمه فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزء من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في أدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهى على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتبع فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لن يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يسرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوة ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث والأمر للوجود وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب بل أفضليته بعد السلام وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده نتب لورود الأحاديث بكل من الأمرين وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوب إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرف أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته ومن سهى في صلاة مرارة كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كمسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه باب صلاة باب صلاة التطوع وعوقات النهي الصفحة الثالثة والستون والتطوع لغة فعل الطاعة وشرع طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفق وتفسير ثم الصلاة وأكدها كسوف ثم استسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان استسقي تارة ويترك أخرى ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روية عن الإمام من ترك الوتر عنده فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر الليل لمن يفق بنفسه أفضل وعقله ركعة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم ولا يكره ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بك وعثمان وعمر وعائشة رضي الله عنهم وأكثره أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل ولا هو أن يسر العشرة ثم يجلس فاتشهد ولا يسلم ثم يأتي بركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم وإن أوتر بتسع يسرد ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشة ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه وأذنى الكمال في الوت ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أو ترى بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة ويقنط فيها أي الثالثة بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من روادة أبي هريرة وأنس وابن عباس وإن قمت قبل الركوع بعد القراءة جاز لما رأى أبو ذاود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت أصل الهداوة الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافمني في من عافيت أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك وتولني في من توليت الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قلوة الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيه ورواه النسائي مختصرة وفي آخره وصل الله على محمد اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ينهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بأترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وطفصيلا روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر متره ورواته ثقات اللهم صلي على محمد لحديث الحسن السابق ولما روى التلمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك زاد في التبصرة وعلى آل محمد واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه التلمذي ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره ويؤمن مأموم إن سمعه ويكره قنوته في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابد درداء رضي الله عنهم وروى الدار قطني عن سعيد ابن جبي قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنط الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وطره سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد بها صوته في الثالثة والتراويح ثنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون عشرون ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها في رمضان لما روى في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلىها لياليا فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصل بهم التراويح ورأى أحمد وصحاه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهدده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطر متفق عليه فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفرد ثم أراد التهجد لم ينقض وطره وصلى ولم يوتر وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وطره آخر صلاته ويكره التنفل بينها أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين أديك ليس منا من رغب عنا ولا يكره التعقيد وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لا يكره الطواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحرزوا فضلها ثم يالي الوترة في الفضيلة السنم الراتبة التي تفعل مع الفرائد وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظه وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظه وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد حدثتني خفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وهما أي ركعة الفجر آكدها أي أفضل الرواتب لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر متفق عليه فيخير فيما عداهما وعد الوت سفرا ويصن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية ويا للفجر ركعة المغرب ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاءه كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد الظهر وقس الباقي وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره راه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة فالتتوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويسم قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله وان تطوع في النهار باربع بتشاهدين كالظهر فلا بأس لما رأى ابو داود وابن ماجة عن ابي ايوب انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعة لا يفصل بينهن بتسليم وان لم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة وان زاد على اثنتين ليلا او اربع النهار ولو جاوز ثمانيا نهار بسلام واحد صحا وكره في غير الوتر واصح التطوع بركعة ونحوها واجر صلاة قائد بلا عذر على نصف اجر صلاة قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدة فله نصف اجر القائم متفق عليه ويثن توبعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود وتثن صلاة الضحى لقول ابي هريرة اوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعت اي الضحى وان اوتر قبل ان انام رواه احمد ومسلم وتصلى في بعض الايام دون بعض لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وانقلها ركعتان لحديث ابي هريرة واكثرها ثمان لمعرات ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الدحى رواه الجماعة ووقتها من خروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال الى قبيل الزوال اي الى دخول وقت النهي بقيام الشمس وافضله اذا اشتد الحر وسجود التلاوة والشكر صلاة لانه لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد نسجد معه حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء رواه البخاري ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتأمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره واذا نسي سجدة لم يعد الآية لاجله ولا يسجد لهذا السهل ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعت الطواف قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله انتهى ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما رؤية ان عثمان ابن هفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه في السجود وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك كنت امامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده مرسلا ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عيساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة امي وصبي وهو اي سجود التلاوة اربع عشرة سجدة في الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفي الحج منها ثنتان والفرقان والنم والفلام تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك وسجدة صاد سجدة شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيره اذا سجد وتكبيره اذا رفع سواء كان في الصلاة او خارجها ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام افضل اشتركوا في القناة